لكن لكن يعني صديقك من صدقك في ملاحظتين أتمنى توصل لإخواننا في العراق وهذه يعني من محب لإخوان عندهم راهي وجهة نظر كيف لكن اليوم التنظيم كله أوكي ما يكون مشكلة لكن عندكم مشكلة يا إخواننا في العراق بالافتتاح والختام ما يصير بطولة يعني جمهور منتخب عماني طرف في النهائي هذه اليوم المنتخب العماني تعامل معكم والاتحاد العماني تعامل أخوة وهذا شيء يشكرون عليه مثل ما قال بوخالد لكن باشر بيك أنت ضيف عندك منتخب يلعب تصفيات كالعالم ما راح يقول لك والله صديقي وإخوان وبطولة خليج وإحنا أهل يلا نتنازل عن الخمس تالاف ولا الثلاث تالاف مشجع مخصصهم الاتحاد الدولي والآسيا وإلنا ما يصير اليوم مدخل الملعب يشير ستين ألف مدخل ثمانين ألف أي حدث يصير يا معالي وزير الشبابة ورئيس الجولمبية وحتى رئيس الاتحاد أي حدث بيصير راح يخرب عليكم ما راح يكون في صالحكم 100 ألف متفرج داخل والملعب يشير ستين ألف فهذه نقطتين التدافع اللي حصل قبل الامبارات يعني اليوم الحدث اللي حصل في الافتتاح المفترض ما يتكرر في الختام لكن للأسف اليوم واضح أنه أنت وما سفدته من الحدث اللي حصل في الافتتاح وصلحته في الختام بالعكس صار يمكن أسوأ من الافتتاح هذا ملاحظة محب احنا يهمنا أن العراق ينظم وهمنا أن العراق يستمر في استضافة المباريات والبطولات لكن أنا أرجع وقول لك صديقك ما صدقك احنا بكون صادقين معاكم ونقول لكم ملاحظة الملاحظة الثانية وخلي تقبلها مني أيضا أخوي يونس محمود اليوم شيلة الكاس هي حق اللاعبين يعني أنت شرت بطولة أنت اليوم يوم شرت كاساسيا هل كنت ترضى أي رئيس الاتحاد ولا مدير فريق ولا أي يشيل معاك الكاس ما حد يرضاه اليوم اللاعبين تعاملوا معاك كأخ كبير كنجم كبير لكن ما يصر خلق خلي شيلون الكاس ويصورون وتنقل على وسائل الإعلام بعدين تعال صوروا إياه لكن هل يعني أقويرو اليوم في كاس العالم مثلا كان موجود تحت ترى في كاس العالم في الأرجل أقويرو نجم واسطورة وما حد يختلف عليه ما هي وشال مع ميسي الكاس خلى ميسي شيء للكاس رئيس الاتحاد موجود تحت لا أتكلم عن نجوم مو نجم ومو نجم يعني هو يونس محمود نجم لكن اليوم خربت صورة الكاس يا أخوي يونس ما احترامي لك يمكن اللاعبين راضين يمكن اللاعبين موافقين أنا ما أدري بس أنا أتكلم عن مبدأ احترافي مبدأ تنظيمي خلي اللاعبين يشيلون الكاس ويرفعون الكاس ويستنسون فيه بعدين تعال أنت رئيس الاتحاد الوزير الحكومة كلهم بيون يشيلون معاكم الكاس كيف لكن أنا هذه وجهة نظري ما أدري الأخوان على النقطة تاني أي دوني فيها ويختلفهم فيها مع أي ما أدري لا عادل أنا على أمالة يونس محمود صح المفروض يعطي فرصة لللاعبين بس شغلة التنظيم يعني حتى في أي مباراة نهائية أي بلد طرف في المباراة نهائية لنسبة أنه حق الدخول الملعب يعني توين نسبة في جمهور العماني مفروض هذا التنظيم فعلا التنظيم مثل ما قلت في البداية يمكن أن تشاهد فيها أخطاء يمكن أن كنت متواجد هناك بالعكس كل الأمور جيدة لكن مثل ما قلت بالافتتاح بالختام للدخول هذا لأن مهم يكون لازم فريق العماني لنسبة من حضور المباراة النهائية لنسبة يعني هذا عرف ما شيء معروف هذه الأخطاء وبالنسبة حق للنيوز نفس الكلام اللي قلت أنا مأيديك فالكل بونصار شوف أنا أتفق إياكم بسعود اليوم الاتحاد العماني كان حكيم بالتصرف ولأنه لو أي اتحاد ثاني كان أثار مشكلة بمخصوص الجمهور ولكن اليوم تعامل بمنطقية وبحكمة وشوف لأنك الاتحاد العماني كانوا أكثر هدوء أعضاء الاتحاد بالمنصة ما حدثوا أي ضجة ولكن على الاتحاد العراقي أو حفظ أي دولة عندها محفل دولي مثل هذا يجب أن تراعي الفرق المشاركة فهذا جمهور متعطش يعني يساند فريقة حتى اليوم العامل النفسي من الجمهور لو شوف جمهورة داخل الملعب رح يعطي دافع أكثر وروح المنافسة أنا أشكر كل الجمهور الخليجي اللي ساهم في نجاح هذه البطولة البطولة انجحت تنظيميا انجحت ولكن يمكن فيها أشياء بسيطة أو تفاصيل بسيطة ما سيطر عليها هاي دروس مستفادة طبعا ننتكلم عن اليوم عن دولة صالها 34 سنة ما نظمت بطولة دولية فاليوم حتى الجمهور متعطش جمهورة ودي حضر المبارات ودي يساند فريقة ولكن خانقل على اللجنة المنظمة اليوم يستفيدون من الدرس اللي حصل اليوم 43 سنة نعم 43 سنة خصوص أخوي يونس محمود أنا اتفق بالكلام اللي انتقلت ولكن خانقل اليوم حتى هو متعطش اليوم كان هو أول مرة يرأس نائبة الرئيس وأيضا مدير الفريق فحب يفرح مع اللاعبين صحيح هذه الفرحة من حق اللاعبين ومن ثم تنتقل إلى الإداريين ولكن خانقل لي يقوم هو حجم الحدث اليوم أعطى الفرحة لكل يوم خانقل الكل هستر بالفرحة لا شعريا نعم هو صح يمكن هذا يؤخذ على هذا الماخد ولكن حب يشارك اللاعبين الفرحة بو خالد أتفق مع رجل سعود هو يمكن حصل يعني حدث في الافتتاح ناحية التنظيم أنا أتكلم ناحية التنظيم وفي الختام والختام هو المهم جدا لأن دائما الجماهير ووسائل الإعلام مركزة يعني الضوء عليك فتشوف أنا أتفق مع ابو نصار أنه كان وأنا تكلمت عن الاتحاد العماني كان يعني متعاون جدا يبي نجح هذه البطولة وفتفهم الموقف وأنا قاعد أتابع الأحداث وقاعد أقرأ أنه كان هناك اتصال من مسؤول في الاتحاد العراقي ومسؤول في الاتحاد العماني قال للجماهير متواجدة أنا أتكلم من ناحية أمنية ما إحنا قادرين نسيطر على الوضع أنه في جماهير غفيرة تتوافد على الأستاذ وما إحنا قادرين فبتلح من ناحية أمنية ترجع الجماهير والجماهير المتواجدة راح نوفر لهم مكان بر الملعب يشوفهم المبارات فهنا كان هناك تعامل وأنا أعتقد الاتحاد العماني راقي جدا يعني نبي يبي فرحة العراقي ومن حقهم أن يفرحون في هذه البطولة لكن هذه دائما هي دروس أكيد هناك في تغارير تكتب من قبل الاتحاد الخليجي أكيد هذا وضع طبيعي لكن نحن ما نبي نفسد فرحتهم ويتعلمون من أخطائهم من 79 آخر بطولة نظموها في دورة الخليج يعني 43 سنة أنا أتفغ معاك يا أبو سعود فيك الكلام اللي قلت أما بالنسبة لليونس أنا هم بعد أتفغ معاك لأن هذه فرحة لعب وهذه فرحة قائد أنا من حقي أني أنا أستلم هذه الجائزة من راعي المباراة وبالتالي أنا هذه تسجل لك كابتن فريق أو لاعبين كان بإمكانك يونس أنت لعب خبرة ولاعب نجم وميز وبالعكس ووجودك مكسب في الاتحاد العراقي يعني إحنا لما نشوف لاعبين مخضرمين ومتواجدين في الاتحادات الخليجية هذا مكسب لهم لأن أنت خذت شلت كاس آسيا وشفت ما في أحد تدخل من الاتحاد العراقي وشال كاس آسيا فهذه يمكن الفرحة والبهجة اللي هم عاشوها في المباراة النهاية وكانت مباراة إيهية لها صدد كبير خصوصا ردة الفعل أنا متقدم أتعادل متقدم أتعادل إلى وقت إضافي وبالتالي ردة الفعل عنده كانت شوية أوبر لكن نقول يجب أن يتعلموا من أخطاهم وأنا أقول لك لازم تعطي كابتن الفريق حقه بو أحمد أنا أشوف بسعود أقول شكرا للمنتخب العماني والجمهور العماني يعني العمانة هذا حق مشروع وما أخذه العمانة يعني يفترض التنظيم يكون أفضل الأمن يكون أفضل أنا ما يهمني منتخب العراقي تصل أو تواصل مع المنتخب أنا كلا واحد من الجمهور كنت أتمنى أني أوصل لهذه المباراة لعبين منتخب الإعلام العماني كان يضرب في المنتخب كان يحاول ينزل من قيمة اختيار المدرب ولكن المنتخب أصل للنهائي أقلب الجمهور كان يتمنى أن يحضروا هذه المباراة وأنا أعتقد هذا خطأ كبير من الاتحاد العراقي والتنظيم اللي صار في النهائي مثل ما صار في بداية البطولة يفترض منهم ما يقول والله إحنا ما قدرنا رجعوا للجمهور يفترض أن يأمن لهم الأماكن المقصصة لهم الى الخمسة أما بالنسبة أما بالنسبة لشيلة يونس محمود للكاس طبعا أنا سنة من سنين هم أن أنا شلت الكاس ككبتن فريق يعني هذا حق مشروع لكل كبتن يفترض من يونس محمود كلاعب خبرة إنه ما يتواجد في رفعة الكاس يتواجد بعد ما يرفع الكاس ويفرح ويربع يقدر يأخذ حال حال أي مدير فني أي مدير إداري فأعتقد أن يونس ما وفق في هذه اللقطة ولكن هو فرحان مثل ما تفضله والأخوان الكبار نقول لهم ألف مبروك وهذا لكم منتخب العمان هنا حاكم بوعقيل من العراق هو شخصية أيضا فنية رياضية دازي يقول كلامك صحيح بخصوص سوء تنظيم دخول الجماهير وأيضا بخصوص يونس محمود كان المفروض يترك اللاعبين يحتفلون وبعدين يدخلوا أعضاء الاتحاد مشكوري أخوي حاكم يا أبو عقيل قبل لا أروح يفاصل